صورة النساء الأيوة 41 ولي قال رب سبحانه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك أي بالنبي صلى الله عليه وسلم وجئنا بك على هؤلاء شهيدا هذه الآية التي أبكت النبي صلى الله عليه وسلم حينما طالب من الصحابي الجليل أن يقرأ عليه فقال ذلك الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم كيف أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل إنه يصغر في القرآن إنه يصغر في القرآن فإنه يصغر في القرآن فإنه ينزل إنه يصغر عليه الصلاة والسلام حملغات السلغروية على غيري السلغروية الناس أحب أن أسمعه من غيري فبدأ يتلو من صورة النساء من أولها يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى أن يقول إلى أن وصل أيها 41 قرأ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة ذا جن في الصلاة والسلام من مكتاد هذا الموقف الجلل هذا الموقف حينما يحضر كل نبي ويشهد لقومه أو على قومه ثم يؤتى بالنبي صلى الله عليه وسلم ليشهد على الناس جميعا على الجميع لماذا؟ لأنه أرسل للعالمين كما قال ربنا عز وجل في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان الله وهذه الآية هي أبكت النبي عليه الصلاة والسلام الآية 41 من صورة النساء اللي اسمعتها فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة ذا جئي 41 من صورة النساء ذا جئي صلى الله عليه وسلم خطر إن مكتاد الموقف الجلل ما ردسناك الأنبياء أكلم الله أم كل قوم ديسنا بيدي شهد فلس بللي أمنن غرمين نارا ظوا عن نغاصان إن بعد نبي عليه الصلاة والسلام سدي شهد الفلية كفت خلقيت مرة خطر ذنسا ذا الرحمة للعالمين